قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المنظومة الصحية الوطنية تحظى بعناية كبيرة لدى جلالة الملك محمد السادس مؤكدا أن إصلاح هذه المنظومة لا يحتمل التأخير وأوضح أخنوش خلال جلسة عمومية خصصة للأسئلة الشفاهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية أكد أو أوضح أن المملكة تمكنت من بلوغ نتائج متقدمة على طريق تنزيل ورش إصلاح القطاع الصحي لا بد من إرساء نموذج لغعاية الصحية يليق بالمغاربة وشدد أخنوش على أن بلوغ هذا الهدف يتطلب مراجعة شاملة وهيكلية للقطاع الصحي بصورة عامة